أقامت سلة للتدريب وحفظ التراث بالتشارك مع أقليم البترة التنموي السياحي مجموعة من الأنشطة التراثية وذلك ضمن الاحتفالات بعيد العمال للتأكيد على أهمية الجهود التي يقوم بها العاملين في مجال الأثار من مهندسين ومتخصصين وعلماء أثار وعمال وعرضت سلة خلال الفعالية التي رعاها نائب رئيس أقليم البترة الدكتور إسماعيل أبو عمود جزءا من جهودها في ترميم المواقع الأثرية في البترة ودورها في توعية الأجيال بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية وتم خلال الفعالية إقامة عدد من الورش التدريبية في مجالات تشكيل الفوسيفساء وعرض قصص لتوعية الأطفال بأهمية المواقع الأثرية وإبراز جهود فرق الصيانة والترميم في الحفاظ على معالم البترة التي تعد واحدة من أهم مدن التراث الإنساني العالمي واجبات السلطة تجاه المجتمعات المحلية في الوقت الحالي للحفاظ على الموقع الأثري ورفع المستوى التوعي للمجتمعات المحلية هدف الأساسي من هذه الفعالية اليوم هي تسليط الضوء على جهود الكوادر الأردنية التي تعمل في المواقع الأثرية من أثريين مرميمين مهندسين بالأخص في موقع التراث العالمي البترة الآن وصلنا لمرحلة أن الكوادر الأردنية هي التي ماسك إدارة الموقع الأثري من صيانة وحفاظ أيضاً الهدف الأساسي الآخر أن نوعي المجتمعات المحلية بالمنطقة بأهمية الحفاظ على التراث المادي والغير مادي ترجمة نانسي قنقر